تحت رعاية معالي الشيخ سلمان من عبدالله الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الرئيس الفخري لجمعية السنابل لرعاية الأيتام أقيم الحفل السنوي لجمعية احتفاءاً بتفوق وتخرج ما يزيد على أربعين طالباً وطالبة من أبنائها المجتهدين في إيواع واحتواء اليتيم أجر عظيم مد اليد التي تنهض بكيان من فقد الأب أمر تداعت لفعله جمعية السنابل لرعاية الأيتام التي نظرت نفسها بأن تكون مصنعاً منتجاً للكفاءات من المنتسبين لها المعتدين بذاتهم المتسلحين بمعارف وعلوم تأخذ بهم إلى المشرق من المستقبل هذه مناسبة سعيدة علينا جميعاً أن نشوف بناتنا وأولادنا الشباب أن أثمروا بنتاج طيبة وتخرجوا لخدمة هذا الوطن الغالي على الجميع وليس رعايتي إلا كجزء بسيط من الخدمات التي يجب أن يؤديها لهذا البلد وهذا الوطن الغالي ونحن طبعاً على رأس جلالة الملك الله يطول عمره وهو دائماً يحث على رعاية شعبه واهتمام فيهم خصوصاً الأيتام وهو أبوهم وأبو الجميع تكريم أبنائنا من المتفوقين حوالي 45 طالب وطالبة من المتفوقين الذين تربوا بنعم من الجمعية طبعاً لا شك أن نحن نهتم بتعليم الأبناء حتى يكونوا متسلحين بسلاح العلم وحتى يكونوا المواطنين صالحين يخدمون وطنهم ويخدمون قيادتهم ما يزيد على أربعين متفوقاً وخريجاً من أبناء الجمعية تم تكريمهم بالشكل الذي يليق بقوة عزيمتهم وإصرارهم على نيل أعلى الدرجات العلمية وذلك لم يتأتى لولا تلك الجهود الرعائية التي تبنتها الجمعية بالشكل الوافي الذي أقدمت عليه بناء على حس المسؤولية اتجاه الوطن وأبنائه ممن يحتاجون لسند لا شكوك بثباته وجدواه وفرنا لهم يعني مثل مدوي كل سبل الروحة عشان هما يصلون طبعاً نحن كافينهم منهما صغار من المدرسة وفرنا لهم كل شيء يحتاجون من معاهد من دور استقوية ودعمناهم لحد مداشا والجامعة تكفلنا بدراساتهم وحبين نحن نكافئهم طبعاً بحفلة التخرج نشكر جمعية السنابل رعاية ليتهم حالها رعايتهم لنا حق المسيرة الجامعية وكانوا لنا بمثابة الجهة الحاضنة لنا اللي وفرت لنا كافة سبل المصاريف الجامعية سواء من كل الجوانب جمعية مقصرة معنا في أي شيء من يوم الرساء أي شنا بي يكون جنام عيوننا وأي شنا بي توفرنا بأسرع وقت وبأوسع سبل الروحة وكوني مسخارج الحمد لله وإن شاء الله أبر في وطن البحرين تسعة عشر عاماً من الاستثمار الحقيقي بقدرات الواعدين من الشباب وتسعة عشر عاماً رغبت عبرها جمعية السنابل لرعاية الأيتام أن توجه إمكاناتها كافة من أجل رعاية تعليمية وصحية واجتماعية متكاملة لكل يتيم ويتيمة طوعت لهم الأدوات والوسائل الكافية لسقلهم وتطوير شخصياتهم على الوجه الذي أريد له أن يكون لتلفزيون البحرين محمد رشيدات